موسيقى مشاهدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الشرقية وشرقيا نزحيكم وهذا حصادنا الإخبار لهذه الليلة أصعد الله وقاتكم أهلا بكم مشاهدين إلى هذا الحصاد نبدأه بالعنوين أربعمائة ألف مدنيين محاصر في الموصل القديم بلا ما وغذاب حسب تقديرات أممية ونازح في الأيسر يقدم على الانتحار بعد إعدام داعش لعائلته موسيقى بعد يوما من مطالبة العباد بقادة أفضل للبصرة مجلس محافظاتها يطالب السلطة التنفيذية في البصرة بأن لا تكون فوق المجلس وأن لا تتعامل معه سياسيا موسيقى أقليم كردستان يصاعد لهجته تجاه حزب العمال الكردستاني الوجود اللاشرعي للبككا في سنجار تسبب بسقوط ضحايا من البشمرقة موسيقى 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 أهلا بكم اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش قرب مقبرة وادي عقاب في المحور الغربي من مدينة الموصل وذكرت مصادر عسكرية أن طيران التحالف الدولي تدخل في هذه المواجهات وقدم إسنادا للقطعات الأرضية قرب مقبرة وادي عقاب في غضون ذلك قتلت الشرطة الاتحادية انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا حاولت تسلل من خلال قرية قبر العبد باتجاه مركز ناحية حمام العليل جنوبي الموصل وقارت مصادر عمنيان الشرطة الاتحادية تطويق قرية قبر العبد بحثا عن أربعة انتحاريين آخرين تسلل إليها منذ ليلة ثلاثة إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الحربيان الحجزة الشعبية استعادة سيطرة على مدينة الحضر الأثرية الواقعة جمالية مركز قضاء الحضر ونبقى في الموصل ولكن هذه المرة إنسانيا اذ قدرت الأمم المتحدة وجود أربعمائة ألف مدني محاصر في الموصل القديمة لوحدها وقالت إنهم يعانون من نقص حاد في المياه والغذاء وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن تقديراتها الأخيرة تشير إلى أن نحو نصف مليون شخص لازالوا محاصرين داخل مناطق خاضعة لسيطرة داعش في الجانب الأيمن وأكدت الأمم المتحدة أن شركاء العمل الإنساني يعدون خطط طارئ لسيناريوهات مختلفة للنزوح من غربي الموصل بما في ذلك احتمال حدوث تدفق جماعي لعدد يتروح مبين الثلاثمائة وخمسين ألف إلى أربعمائة وخمسين ألف مدني مع اشتداد المعارك في المدينة القديمة وحضرت الأمم المتحدة من بدي موجات النزوح من قضايا تلعفر غربي الموصل جراء لعمليات العسكرية الجارية في محيط القضاء الذي لا يزال تحت سيطرة التنظيم داعش وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريكا إن الأيام الخمسة الماضية شهدت روبا خمسة ألاف وخمسمائة شخص من تلعفر إلى زمار الذي يعاني هو الآخر من نقص حاد بالخدمات وعدم القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة الوافدة من النزحين خلال الأيام الأربعة الأخيرة فر أكثر من خمسة ألاف وخمسمائة شخص من قضاء تلعفر غربي الموصل إلى منطقته الساوتشي وزمار وهذه المناطق لا تتمتع أصلا بالخدمات الأساسية الخاصة باستيعاب النازحين حيث تعاني من نقص في المياه والمأوى والمفقات الصحية ونرى أن قضاء تلعفر بات غير آمن لمدنيين وبدأ الناس يفرون منهم مؤقتا إلى منطقة زمار حيث قامت السلطات العراقية بنقل 1300 شخص بالحافلات من زمار إلى مناطق جنوب وشرق الموصل ومن المتوقع توفير المزيد من وسائل النقل للنازحين إلى بقية المدن العراقية لاحقة أكثر من خمسة ألاف شخص يعني خلال هذا الشهر بالنسبة للجرب إضافة إلى التهاب الكبد الفيروسي أي اللي هو ينتقل عن طريق الماء هناك الكثير من الحالات حالات جفاف حالات سوء تغذية شديد تأتي هذه الحالات بسبب سوء التغذية بالجانب الأيمن أكيد وعندهم نقص حاد بكل شيء يعني طبعا إحنا مقبلينا على الصيف وأكيد راح تيجينا بعد حالات أسوأ اللي هي مثلا الكوليرا والمالطا الحصاد مستمر من الشرقية نيوز إنسانيا أيضا في الموصل أقدم أحد النزحين من الجانب الأيمن لمدينة الموصل إلى جانبها الأيسر أقدم على الانتحار بعد استشهاد جميع أفراد عائلته خلال العمليات العسكرية في المدينة وذكرت مصادر محلية أن النازح صلاح لعقادي من موليد 78 انتحر شنقا في حي السماح شرقية الموصل بعد أن أعدم داع الجميع أفراد عائلته وأشارت المصادر إلى أن صلاح وصل قبل أيام قليلة إلى الجانب الأيسر من الموصل واضطرت سلطات الأمنية في الموصل إلى تفكيك جسر منير الرابط الوحيد بين ساحلي الموصل للمرة الثانية خلال عشرة أيام جرى ارتفاع مناسب دجلة ما خلف زحاما وطوابير غير مسبوقة لم تسلم منها حتى مركبات الإسعافة واستطلع موفدنا إلى أيمن الموصل ناهض الزايدية أراء سكانها الذين الطالبوا بتشهيد جسور عائمة أخرى أو تأهيل جسور الموصل المحررة للمرة الثانية خلال عشرة أيام ينقطع جسر منير العائم على نهر دجلة جنوب الموصل لارتفاع منسوب المياه في النهر هذه المرة ومع اشتداد المعارك في الجانب الأيمن تفاقمت معاناة النازحين الذين يحاولون العبور إلى الجانب الأيسر فضلا عن تقطع السبل بعشرات المصابين جراء العمليات العسكرية ساعة واقفة يدعموا ساعة تيارة وهذه المرة وصابر في العائمة الأيمن وهي مبتر أثنين وثنين وثنين مبتر أثنين هذا الشوق خل الجرحة شايدة هذه السيارة في ساعة تصطف العجلات بطوابير طويلة على جانبي النهر فيما يقطع كبار في السن ونساء وأطفال مسافات طويلة سيرا على الأقدام للعبور والتنقل بين جانبي الموصل مواطنون يرون أن الحل الوحيد لهذه المعاناة هو إعادة تأهيل الجسور المدمرة التي حررت مؤخرا وفتحها أمامهم وفي كل مرة ينقطع فيها الجسر ترتفع أسعار السلع والمواد الغذائية والمشتقات النفطية في الجانب الأيمن الذي يحتاج السكان فيه لأبسط مقومات العيش للشرقي نيوز ناهظة زيدي جسر منيرا جنوب الموصل أقليم كردستان يصاعد لهجته تجاه حزب العمال الكردستاني الوجود اللاشرعي للبككة في سنجار تسبب بسقوط ضحايا من البشمركة تعتزم المنظمات تابعته للأمم المتحدة تنفيذ مشاريع خدمية في الجانبين الشرقي والغربي من مدينة الموصل في إطار خطة لعادة الاستقرار إليهما بحسب ما أعلنته مناسيقة شؤون الإنسانية في العراق لإزغراندي وقالت غراندي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظة نواء نوف العقوب أن الشهر الحالي شهد توقيع أكثر من 200 مشروع مع الحكومة العراقية تتعلق بمشاريع المياه والكهرباء والتربية والصحة وتوفر في الوقت نفسها ألف فرص العمل لأبناء مدينة الموصل وأشارت غراندي التي تتولى مهمة إدارة صندوق تمويل الاستقرار الفوري في المناطق المحررة أشارت إلى أن المنظمة حصلت على تخويل من الحكومة العراقية تنفيذ تلك المشاريع في هذه الأثناء وجه رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي نداء لإغاثة النازحين من مدينة الموصل خلال العمليات العسكرية التي تخوضها القوات العراقية ضد تنظيم داعش وأكد السلمي في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي أكد دعمه للعراق في حربه ضد الإرهاب وقال إن من أخطر التحديات التي تواجه الأمة العربية ظاهرة الإرهاب ما يستلزم تبني استراتيجية عربية موحدة تقوم على التعرف على الأسباب الحقيقية المؤدية إلى انتشار هذه الظاهرة ومعالجتها من جانب الآخر شنى تنظيم داعش هجوما جديدا على قوات حرس الحدود العراقية قرب قضاء الرطبة غربية محافظة الأنبار ونقلت هكالة فرانس برايس عن ضابط في حرس الحدود العراقية قوله إن التنظيم استهدف رتلاً عسكرياً كان ينقل المقاتلين على الطريق السريع عند منطقة الصقار قرب الرطبة حيث اندلعت الشباكات العنيفة أسفرت عن مصرع عنصرين من حرس الحدود وإصابة خمسة آخرين بما أشار ضابط آخر إلى انفجار عبوة ناسفة قرب الرطبة أيضاً أدت إلى مصرع وإصابة ستة من مقاتل العشائر وكانت المنطقة ذاتها شهدت قبل أيام قيام مسلحين من داعش يرتدون زي قوة الجيش بنصب سيطرة اعترضت حافلات تقل مجازين من حرس الحدود والجيش وأطلقت النار عليهم ما أدى إلى مصرع عشرة منتسبين وجرح عشرين آخرين وفقدان ثلاثة أما في الفلوجة خرج سكان قضاء عمرية الفلوجة عن صمتهم بعد حدثة خطف ستة وعشرين مدني وإطلاق سراحهم بتدخل الجيش مطالبين الحكومة المركزية بالتحقيق في اقتطاع أكثر من عشرين كيلومتر من أراضيهم من قبل فصائل قامت بترحيل السكان المحليين ويقول شيوخ عشائر ومسؤولون محليون التقاهم مراسلنا محمد المحمود إن المناطق المقتطعة تمتد لنحو أربعة آلاف دونوم زراعي وتضم قرابة ألف منزل وأكثر من ألف بئرماء وعشرات المدارس والمساجد حادث اختطاف ستة وعشرين مزارعا من منطقة الآبار الواقعة جنوبي قضاء العامرية من قبل كتائب حزب الله أخرجت أهالي المنطق عن صمتهم فعلى الرغم من إطلاق سراح أبنائهم ستة والعشرين إلا أنهم تجمعوا وسط الصحراء معبرين عن غضبهم بسبب مصادرة أراضيهم ومنازلهم بعد أن أصبحت خلف الساتر الترابي والخندق الأمني الذي أنشئ من قبل كتائب حزب الله ومنذ عامين كتائب حزب الله أحنا من نقول لهم رئيس الوزراء يحشون على رئيس الوزراء بحاجة مو طيب جميع واحد خارج عن القانون يضرب بيد من حديد شنحنا مهجرين عن أراضينا صار لنا سنتين وصلت العظم والله العظيم من هاي من هاي الرزازة والله من الرزازة أخذوا زلم فوق الألف ومئتين والبرحة من العامريا جاوا وخذوا زلمنا ويشحطون بيهم شحط بدالكم الله والريد احنا ما ظل هو الرجل الرجل يموت على أرضه ويموت على أرضه ويموت على حلاله بس إننا لله وإننا لله رجل ما نقدر نحن الحكومة الريد الحكومة يشوفونا شهرة صارنا سنتين نتهجرنا ما نعرف السبب شنه نقول إذا أكو حكومة نقول يا حكومة علمونا السبب شنه عفنا مزارعنا وبيوتنا وطلعنا هذا الرجل إذا أكو حكومة وأكو ناس رفاية رجعونا من ناطقنا على شنه صارنا سنتين مهجرين قائم مقام العامرية تحدث بلغة الأرقام عن أعداد المزارع والمنازل والمساجد والمدارس التي أصبحت خلف الساتر الترابي الذي أنشئ ليستقطع معه أكثر من عشرين كيلو مترا من أراضي قضاء العامرية التابع لمحافظة الأنبار آلاف الدوانم الزراعية والمرشات المائية ومئات الآبار الارتوازية راح الضحية الساتر الترابي الذي استقطع مناطقهم ليقذف بمئات العوائل في صحراء مغفرة وسط خيام اللاتقيهم حر الصيف وبرد الشتاء ولم يبقى أمامهم سوى صرخات ونداءات الاستغاثة التي أطلقوها إلى الحكومة العراقية لاسترداد حقوقهم من قضاء العامرية جنوبية الفلوجة للشرقية نيوز محمد المحمود الحصاد مستمر من الشرقية نيوز محمد المحمود محمد المحمود محمد المحمود محمد المحمود كل الأذيان كل الأذيان الله خلال كل الأذيان فاق الله يوم فاق أربعمائة ألف مدنية محاصرة في الموصل القديم بلا ما وغذاء بحسب تقديرات أممية وأنازح في الأيسر يقدم على الانتحار بعد إعدام داعش لعيلته بعد يوما من مطالبة العباد بقادة أفضل للبصرة مجلس محافظتها يطالب السلطة التنفيذية بأن لا تكون فوق المجلس وأن لا تتعامل معه سياسيا أقليم كردستاني يصاعد لهجاته تجاه حزب العمال الكردستاني الوجود لا شرعي للبكاكا في سنجار تسبب بسقوط ضحايا من البشمرق مفيت ومكاتب وهمية في بغداد تسرق أحلام الخريجين وأموالهم وآخر الأحياء التراثية في العاصمة يلفظ أنفاسه الأخيرة الخلافة داخل الأمة الإسلامية سياسية خلقتها إيران وتدخلاتها في المنطقة ولا بد من التعامل معها يقول العهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى ملف البصرة وسيكون معنا في سياق هذا الحصاد السيد صباح البزوني رئيس مجلس البصرة في وقت لاحق إذ علق رئيس مجلس البصرة صباح البزوني على تصريحات رئيس الوزراء حول عرقلة مشاريع في المحافظة بالقول إن الوزارات الحكومية هي التي تعرقل المشاريع للعكس واستشهد البزوني خلال مؤتمر صحفيا بمشروع بايووتر الذي أحيل إلى لجان في وزارة الأعمار والإسكان بدون نتائج لغاية اللحظة أعتقد بعض المسؤولين في الوزارات يعطلون مشاريعنا داخل محافظة البصرة وإلا مشروع الماء الصالح للشرق صار أكثر من سنة وشهرين 14 شهر يدور فيه لجان ومن لجان إلى لجان ولحد هذه اللحظة لم يرى النور إن اضطر رئيس الوزراء بنفسه أن يشكل لجنة برئاسة وهؤلاء بالنسبة الأشخاص موجودين في وزارة البلديات والأشغال العام السابق اليوم هي وزارة الإسكران والبلديات عطلت هذه المشاريع ليس لرؤية واضحة وليس لمعلمة واضحة وإنما للأسف تعطيل فقط وتداولت مع شركة بايوتر كثيرا وبايوتر جئت إلى محافظة البصرة أكثر من مرة حتى العنصر الحكومي البريطاني لكن للأسف وراء سنة وشهرين وراء ما احنا اعترضنا على بايوتر أكثر من مرة كانت الوزارة مصرة على بايوتر وراء سنة وشهرين أعطت تقريرها بأنه بايوتر غير جيدة سنة وشهرين ضيعوا من وقت البصرة وهذا القرض موجود صار لأكثر من سنة وشهرين للأسف هذه المدة تتحملها وزارة البلديات وراء الغالعام قدمت مطالعة إلى رئيس الوزراء بتقريبا قبل كبشهر أنه بايوتر غير مؤهلة زي ليش خدت الوقت وياها هذا الوقت الكامل المناقشة واللجان والأسرار اليوم بايوتر بدأنا اعترضنا من الوهلة الأولى لكن للأسف هذا الوقت تتحملها وأنا طلبت من سيد رئيس الوزراء وأطلب من رئيس الوزراء بأنه إحالة كل اللي اسسببوا في هدر هذا الوقت اللي أكثر من سنة وشهرين إلى التحقيق لأنه ما يعانون مثل ما يعانون هنا في محافظة البصرة اللي أشف وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي بأن محافظة البصرة تحتاج إلى قادة أفضل وقال إن الحكومة العراقية لن تسمح أبدا بضياع المحافظة العبادي أكد وجود عمل منظم لتخريب البصرة وإحداث الفوضى فيها دون أن يستبعد بأن تكون بعض النزاعات العشائرية لها أبعض أخرى الأموال اللي صرفت على البصرة كبيرة راجعوا من ألفين وخمسة أربعة لحد اليوم أموال هائل ترى مليارات أنا أروح البصرة أستغرب وين هاي وين أثر البصرة تحتاج إلى قادة أفضل من السماري دادين أحد بس تستحقها قادة البصرة تستحقها رجال نزاعات هائلة ويضيعون الأصل يتنازعون على خضايا صغيرة حتى هاي مشاريع الكهرباء العام الماضي وفرنا كهرباء ثانو وعشرين ساعة باليوم البصرة وينصرناها بجهد قالوا لا ما رح أصير رئيس وزراء ما رح يقدر وسويناها بجهد متابعة يومية أخو ما يستير يا أخوة أنا أخوة رئيس وزراء لكل العراق البصرة بعيني وبقلبي بس أتكون أحسن بصرة من عندي لأنني عندي كل العلاقة تنبيه هو ما يصير ما يصير دا نسوي مشاريع وتعرقل هذه السنة يردون يعرقلون حتى يردون قسكة وتصور الكهرباء من كل مكان ما أعرف البعض لدي البصرة الثور لمصلحة عنده حتى يصير فوضة حتى يقوم هو يصدر نفط يتصور ويبيعوا بالتانكرات الصغيرة ما أدرونه كل ما نصير ميليشيا هنا ميليشيا هناك جماعة هنا هذا ما نسمح لهم أهل البصرة ذولا ناسنا حارسين عليهم لدينا نوفرهم الرفاع خبزة العراق من البصرة أتمنى أتمنى بل أسعى مو أتمنى من نسمح البصرة يضيعوها من يدنا أكو مشاريع بعض المشاريع جزء منها خلاف محلي وداخلي لدى شوف الجزء أكو أكبر من ذلك أكو عمل منظم لتخريب البصرة كل ما تحاول تتقدم تصوي نجاحات يرجعوك إلى الخلف حتى الصراعات العشائرية بعضها يمكن هناك بها بعد آخر نفتح إذن مشاهدين ملف البصرة وينضم إلينا رئيس مجلس البصرة سيد صباح البزوني للتعليق على ما جاء مساء الخير سيد صباح إذن من الواضح أن العبادي غير راضي على الأداء السياسي للمحافظة يقول المحافظة بحاجة إلى قادة أفضل وفي مجلس المحافظة تطالبون السلطة التنفيذية بأن لا تكون فوق المجلس هناك أيضا من الواضح عدم رضا شعبي على الأداء السياسي أيضا في المحافظة كيف ستقول الأمور برأيكم مساء الخير وتحية لكل مشاهدي قناة الشرقية حياكم الله أهلا وسهلا بكم موضوع الموضوع السياسي يختلف عن الموضوع الإداري والخدمي هناك موضوع سياسي وهناك موضوع إداري وخدمي المواطن يريد الخدمات وينتظر بأنه إدارة صحيحة داخل محافظة البصرة وخدمة البصرة هي ليس بالشعارات وليس بالكلام وإنما تأتي من خلال العمل داخل محافظة البصرة وكيفية دعم مشاريع محافظة البصرة استراتيجية والأساسية ومطالبات محافظة البصرة أما إذا كان هناك خلاف إداري داخل محافظة والمجلس هذا لا ينعكس بأنه على سلطة محافظة البصرة محافظة البصرة محافظة قوية ومحافظة كبيرة دولة باسم محافظة محافظة البصرة وفعلا البصرة تحتاج إلى قادة أفضل أنا لا أذهب باتجاه معاكس للسيد العبادي على هذا الموضوع باعتبار بأن البصرة يجب أن يكون مسؤولينها بقدر محافظة البصرة هذه المحافظة المضحية العملاقة الكبيرة ولولا أن يكون هناك أفضل يعني يكون هناك أفضل قادة ممكن بأنه استحقاقت البصرة لا تطعن بها من قبل الحكومة الاتحادية إذا كانت هناك قادة جيدين وأفضل من الموجودين يجب أن لا يكون هناك أوتيقاف لمشروع ميناء الفاو ويجب أن لا يكون هناك شرب لأهل البصرة من المياه المالي حال حتى هذه اللحظة فعلا يجب أن يكون هناك قادة أفضل لمحافظة البصرة حتى تأخذ استحقاقاتها بالشكل كامل لأنه هذه محافظة مضحية محافظة معطية ليس فقط بالنسبة على مستوى الثروات وإنما حتى على مستوى اليوم والدم بتحرير الأراضي داخل المناطق بالنسبة الغربية والمناطق الشمالية أهل البصرة أول من نبد الدعوة واليوم شهداءهم ألف ونص جهيد وجرحاهم أكثر من أربعة آلاف جريح فأعتقد بأنه تحتاج من عندنا تقديم أفضل من هذا الأداء حتى نكون بحجم محافظتنا محافظتنا الكبيرة لكن الكلام برعاية محافظة البصرة أن يكون بالتطبيق من خلال مشاريع محافظة البصرة الكبرى وعدم الاعتراض على استحقاقاتها هنا وهناك في كل مكان وفي كل موازنة سيد صباح إذن أنت تؤيد طرح ما ذهب إليك السيد العبادي بأن البصرة تحتاج إلى قيادات بغض النظر قيادات سياسية قيادات أمنية ميدانية مكتبية إلى آخرهم المهم تحتاج إلى قيادات جديدة ودماء جديدة لنبسط بعض الأمور على الطاولة ونتحدث بكل صراحة حالو سمعت يعني البصرة اليوم تعاني من مشاكل أمنية كبيرة صراعات عشائرية لا يتم إطفاء نيرانها أولا انتشار للجريمة المنظمة والمخدرات تهريب السلاح سوء الخدمات الذي أنت ذكرته قبل قليل كل هذه الأمور يعني لماذا وصلت الحال إلى ما وصلت عليه البصرة الإشكالية أين عندما تقول تحتاج إلى قيادات لإدارة البصرة يعني ما هي مشكلة القيادات الإدارية الحالية أنا حددت قلت لو أكو قيادات وتكون قيادات جيدة ومستوى محافظة البصرة ما طعنت الحكومة الانتحادية بمستحقات محافظة البصرة ولا تعطل ميناء الفاو لحد هذه اللحظة ولا كان بأنه مياه صالحة للشرب لحد لها المتعطل أنا أقصد بأنه هذا الكلام فعلاً إحنا اليوم مقصرين في أخذ استحقاقات محافظة البصرة وتحتاج لقادة أفضل ميناء الفاو سيد صباح إذا بني ميناء الفاو ستهدئ أرجع 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 لسؤالك إحنا طبيعتنا هذه محافظة البصرة أهالي البصرة هذه طبيعتنا نختلف فيما بناتنا كثير لكن نعطي الكثير لغير محافظة البصرة نعطي دماءنا نعطي ثرواتنا لكن نختلف الكثير بناتنا خلافات عشائرية ممكن خلافات سياسية ممكن حتى خلافات اجتماعية لكن نعطي الكثير وما كانت وما كان العراق يكون أفضل أو الشعب الكريم الأول للغير هو من محافظة البصرة لذلك أهل البصرة مضحيين مقدمين لكن خلافاتنا موجودة داخل محافظة البصرة أنا أعترض بها لكن مو هذه كلها مسؤولية تقع على السلطة المحلية بالذات اليوم الوضع الأمني ليس فقط على السلطة المحلية وإنما يكون على الحكومة الاتحادية ذهاب قواتنا بالكامل والفراق الأمني الذي موجود سبب كثير من المشاكل داخل محافظة البصرة ما عندنا هذه المشاكل في 2012 و2011 و2013 قبل دخول داعش لعراق أيضا بالنسبة للمخدرات وغيرها يقع موضوع على الوضع الأمني والوضع الاجتماعي وتراجع المستوى المعاشي الذي موجود في محافظة البصرة بعد انخفاض أسعار النفط والتالي هذه لا تكون فقط على السلطة المحلية وأن ترمى كل مشاكل البصرة على السلطة المحلية يجب أن يكون بشكل صحيح ودقيق من هو المسؤول عن هذه الأمور أنا تكلمت الكثير عن بعض مشاريع محافظة البصرة ورفعتها للسيد العبادي والاتحالف الوطني وحتى للمرجعية الدينية وشاكل البصرة الأساسية التي موجودة هل يتحملها أهل البصرة ومسؤولي البصرة؟ لا هناك تحمل أساس الحكومة الاتحادية على كثير من المشاريع المعطرة داخل معافظة البصرة سيد صباح دعنا نستمع إلى هذه الكلمة للعبادي عن البصرة ونعود إليك بالسؤال أموالي صرفت على البصرة كبيرة راجعوا من 2005 أربعة لحد اليوم أموالها إلى ترى مليارات أنا أروح البصرة أستغرب وينها وين أثرها البصرة تحتاج إلى قادة أفضل من السماري دادين أحد بس تستحقها قادة البصرة تستحقها رجال نزاعات هائلة ويدا يضيعون الأصل يتنازعون على خضايا صغيرة حتى هذه مشاريع الكهرباء العام الماضي وفرنا كهرباء 22 ساعة باليوم البصرة ونصرناها بجهد قالوا لا ما راح أصير رئيس وزراء ما راح يقدر وسويناها بجهد متابعة يومية هو ما يصير يا أخوة أنا أخوة رئيس وزراء لكل العراق البصرة بعيني وبقلبي بس أتكون أحصل بصرة من عندي لأنني عندي كل العراق أتنبي هو ما يصير ما يصير دا نسوي مشاريع وتعرقل هذه السنة يردون يعرقلون حتى يردون قسكة وصوى الكهرباء من كل مكان ما أعرف البعض اللي دي البصرة تثور لمصلحة عنده حتى يصير فوضة حتى يقوم هو يصدر نفط ويبيعوه بالتانكرات الصغيرة مدروينه كل ما نصير ميليشيا هنا ميليشيا هناك جماع هنا هذه ما نسمح لهم أهل البصرة ذولا ناسنا حارصين عليهم ريزي نوفرهم الرفاع خبزة العراق من البصرة أتمنى أتمنى بل أسعى من نسبح البصرة يضيعوها من يدنا أكو مشاريع بعض المشاريع جزء منها خلاف محلي وداخلي لذا شوف الجزء أكو أكبر من ذلك أكو عمل منظم لتخريب البصرة كل ما تحاول تتقدم سوي نجاحات يرجعوك إلى الخلف حتى الصراعات العشائرية بعضها يمكن هناك بها بعد آخر إذن سيد صباحي استمعت لكلمات العبادي خطاب العبادي يرتقي لمستوى الاتهام الإدانة يسأل عن المليارات رئيس الوزراء يتحدث بهذه الصيغة سؤالي هو من يقصد عندما يتحدث أن البصرة بحاجة لقادة أفضل من يقصد وأنتم في مجلس محافظة البصرة هل أنتم راضون عن الأداء والدور الذي قدمتمه أنا للأسف الصوت متقطع وما حتى السؤال المفهم حتى دولة رئيس الوزراء بكلامه ما كان بالنسبة واضح عندي بالكلام لكن أقدر أجيب رئيس الوزراء وجه اتهامات وجه كلماته كانت واضحة تحدث عن اتهامات تحدث عن مليارات البصرة الضائعة عن خيراتها الضائعة سؤالي هو هل أنتم في مجلس المحافظة راضون عن الدور الذي قدمتموه ومن يقصد عندما يتحدث نحن في البصرة نريد قضاء أفضل ولن نسمح بضياعها طبعا كل العمل السابق لمجلس المحافظة والمحافظة هو اليوم مرئي أمام أهل البصرة وما استخرت 24 ساعة أو 22 ساعة باليوم خلال الفترة الماضية إلا بجهود محافظة البصرة وبجهود مجلسه سواء بالدورة السابقة أو بالدورة الحالية وبالتالي هذا العمل اليوم منعكس على داخل محافظة البصرة في المليارات على موضوع الكهرباء لأنه موضوع الكهرباء موضوع قاتل داخل محافظة البصرة وبالتالي كان جهد موجود من محافظة البصرة المحافظة الوحيدة التي صرفت مبالغ طائلة في ملف الكهرباء وإلا محافظة مثل محافظة البصرة دولة وليس محافظة مترامية الأطراف بين الفاو وبين القرن أكثر من 200 كيلو لذلك بأن هذه المحافظة البصرة محافظة كبيرة صرفة الأموال أنا لا أريد أبرر أي شيء لكن بالعمل الذي موجود لا استحقاقات البصرة ومليارات البصرة لا زالت في ذمة الحكومة الاتحادية لحتى هذه اللحظة الخمسة دولار كلها موجودة في ذمة الحكومة الاتحادية لحتى هذه اللحظة وكانوا أعضاء مجلس النواب من ممثلي محافظة البصرة وضعوا هذه الفقرة بضمن ميزاني 2017 بالاستحقاقات السابقة لكن للأسف رغم موجود ثلاث أعظام من مجلس الوزراء في مجلس الوزراء من أهالي محافظة البصرة طعنت الحكومة الاتحادية باستحقاقات البصرة 2017 مسألة الجباية ومسألة ملف الكهرباء هذا موضوع آخر اليوم مجلس المحافظة واقف أمام أي مشروع يمرر على محافظة البصرة بدون أن تأخذ محافظة البصرة استحقاقاتها وامتيازاتها محافظة البصرة عطت الكثير صرفت الكثير على ملف الكهرباء جوها يختلف عن باقي أجواء محافظات العراق ولذلك يجب أن يكون لها امتيازات حتى في الجباية وحتى في مشروع الكهرباء قرارات مجلس المحافظة تقف أمام أي تمرير أي مشروع سواء من مديريات محافظة البصرة من أجهزة التنفيذية في محافظة البصرة أو من الحكومة الاتحادية بدون أن يكون هناك مصلحة عليا لمحافظة البصرة مجلس المحافظة واقف واليوم كل قرار يمضي سواء من الحكومة الاتحادية أو من الجهة التنفيذية داخل محافظة البصرة أبدا نضع مصطحة محافظتنا قبل كل شيء ممكن بأنه يأخذ علينا خلافاتنا تظهر للسطح وتظهر الإعلام فعلا هذا يسجل علينا لكن هذا هو خلاف لمصطحة البصرة وليس خلاف ضد مصطحة البصرة خلافاتنا العشائرية فعلا موجودة وما ننكرها وندعو أهلنا دائما وندعو ناسنا وندعو سياسينا وندعو كل المجتمع العراء البصري أن يكون متوحد لأنه أي حالة إرباك أو أي حالة خلاف للأسف بأنه تأخذ علينا حتى من حكوماتنا الاتحادية تأخذ علينا وكأننا نريد أن نذهب بمحافظة البصرة للفوضة لا نحن متزمين بقوانين الدولة ومرتبطين بالدولة وأي قوانين هي محترمة وحتى مشروع الجباية ما عندنا مشكلة بها لكن يجب أن تميز محافظة البصرة يجب أن تأخذ بنظر اعتبار الجو الحار ومصروفات البصرة السابقة وميزانية العراق كلها من محافظة البصرة يجب أن يختلف ابن البصرة عن باقي محافظات لأنه أجواء وموالي تختلف عن باقي المحافظات لا نميز أنفسنا عن باقي المحافظات لكن وضعنا يختلف عن باقي المحافظات سيد الصباح الكوارث لا تحصل صدفة الكوارث هي نتاج سلسلة أخطاء متتالية تؤدي إلى كارثة كبيرة عندما يكون الحديث عن المشاكل الكبيرة في البصرة الصراعات والمخدرات والجريمة المنظمة وإلى آخره لا يتحمل المجلس بالتأكيد هذه الإشكالية ولا تتحمل المحافظة ولا تتحول القوى الأمنية فقط وإنما هي سلسلة مشاكل هناك من رأي يقول أن الإشكالية الحقيقية في البصرة هو الصراعات السياسية على من يصل إلى السلطة ولا تكون لديه اليد العليا في البصرة أحمد الصلاة يتحدث عن جهات سياسية بعضها من خارج المحافظة وعشار إضافة إلى جهات مسلحة تحاول السيطرة هذه هي إشكالية البصرة من تكون لديه الكلمة الفصل والكلمة العليا وبالتالي كل المشاكل نبعت ربما من هذه الإشكالية الأساس أنا وياك محافظة البصرة هي محافظة عليها اختلاف كثير عليها خداف دولي وعليها اختلاف إقليمي والكل بأنه ودول المجاورة كل من يريد أن يضع بصمت داخل محافظة البصرة نأتي إلى مستوى آخر خلاف وطني اليوم كل الأحزاب السياسية ألو ألو أسمعك سيد صباح أسمعك ألو أسمعك سيد صباح صار الصوت انقطع نسمعك سيد صباح ألو وخلاف أنا أقول خلاف إقليمي وحتى خلاف يكون بالنسبة وطني وهناك شعار من يحكم البصرة يحكم العراق وأيضا خلاف داخل أبناء محافظة البصرة على من يحكم البصرة ومن يتصدر حكم البصرة سواء على مجلس المحافظة أو على محافظة البصرة وعلى الأجهزة التنفيذية الأخرى داخل محافظة البصرة وهذه الصراعات ووجود ووجود محافظة البصرة فيها هذه كل الخيرات والموقع الجغرافي وأهلها الطيبين والكوادر التي موجودة تدعو كل الجهات السياسية والدول المجاورة أن يضعوا بصمتهم داخل محافظة البصرة وتأثيرهم وأن يضعوا بعض الولاءات تلأسف من بعض الجهات داخل محافظة البصرة إلى تلك الجهة أو ذيج الجهة وبالتالي هذه الخلافات ممكن أن تكون باتجاه مفبرك وباتجاه سياسي ممكن أن أتفق مع بعض الكلام إذا تراح باتجاه بأنه هذا كلام مفتعل وكلام مدفوع من الخارج لأنه أهنف البصرة وأنه طيبين ونعرف حق المعرفة ما هي نفسية ابن البصرة وما هو تعامل ابن البصرة مع سواء أبناء محافظة أو مع الغير أنا أشكر في الجزيرة شكرا سيد صباح بزوني رئيس مجلس محافظة البصرة شكرا جزيلا لك الحصاد مستمر من الشرقية نيوز أقليم كردستان يصاعد لهجته تجاه حزب العمال الكردستاني الوجود اللاشرعي للبككة في سنجار تسبب بسقوط ضحايا من البشماركة مافية ومكاتب وهمية في بغداد تسرق أحلام الخريجين واموالهم وآخر الأحياء التراثية في العاصمة يلفظ أنفاسه الأخيرة اندلعت النيران بأنبوبا لنقل النفط في ناحية ساركران بمحافظة كاركوك شمالية بغداد إثرى استهدافه بعبوتين ناسفتين وقال مدير الشرطة الأقضية والنواحي في كاركوك سرحت قادر إن الأنبوب المستهدف ينقل النفط بين قريتين في حقل باي حسن وإن عمليات إصلاحه مستمرة بعد إخماد الحريق الذي نشب فيه جددت طائرات التركية وغاراتها على مواقع حزب العمال الكردستاني تركي شمالي العراق بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التركية لنظول ونقلت الوكالة عن بيانا لرئاسة الأركان التركية أن الغارات استهدفت ثلاثة مواقع تابعة لعناصر البككة في منطقة الزهب أسفرت عن مقتل الستة أشخاص والجدير بالذكر أن حزب العمال الكردستاني التركي يتخذ من جبال قنديل في السليمانية مع قنلا له وينشط في العديد من المدن والبلدات العراقية منها سنجار وكاركوك وتسخرماتو بإتعام من حزب كردي متنفذة كما يحتل مسلح الحزب 515 قرية من القرى الكردية في شمالي العراق بحسب ما أورده الحزب الديمقراطي الكردستاني جانبه قال رئيس التركي رجب تايب أردوغان إن بلاده لن تسمح بتحول منطقة سنجار شمالية العراق إلى قاعدة لحزب العمال الكردستاني التركي أنها ستواصل عملياتها العسكرية هناك وفي شمال سوريا حتى القضاء على هذه المنظمة الإرهابية أردوغان أكد في مقابلة مع رويترز قال إن الغارات التركية التي نفذت في سنجار لم تكن لاستهداف البشمركة وإنها تمت بعلم الولايات المتحدة وروسيا وحكومة كردستان كانت الأهداف مستودعات للذخيرة والأسلحة وقد أبلغنا الولايات المتحدة وروسيا وكردستان أنه سيتم تنفيذ عملية لرد التهديد من هذه المواقع تم ضرب الأهداف بنسبة 100% دقة وقد أبلغنا أن 5 أو 6 من البشمركة فقدوا حياتهم هذا شيء لم نرغب في أن يحدث كما نقول دائما سوف تستمر معركتنا ضد الإرهاب داخل وخارج تركيا حتى يتم القضاء على آخر إرهابي ولن نسمح بأن تصبح سنجار قنديل ثانية هناك حوالي 2000 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في سنجار بغداد وما يجري في محيط بغداد هناك حديث عن محاولة تطويق بغداد ومحاولة إفراغ بعض المناطق المحيطة ببغداد والتابعة لبغداد إفراغها من سكانها وتحويلها إلى جنسيات مختلفة الزراعية إلى تجارية وإلى آخره ماذا لديكم في هذا الأمر؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم على مشاهديكم الكرام حقيقة خليني يعني عبر عن صميم شكري وتقديري إلى قناة الشرقية المهتمة في هذا الملف هذا الملف نعتقد مهم جدا وطالما كانت الشرقية هي صوت لنا في إضاحة الحقائق الحقيقة والوصول إلى نتائج حقيقية وواقعية وملموسة على الأرض مناطق حزام بغداد تعرف حضرتك مناطق مهمة سبق أن تحدثنا في أكثر من موقف وأكثر من مكان عن أنه مناطق حزام بغداد تحتاج إلى تعامل خاص وتحتاج إلى تعامل وفق مبادئ حقوق الإنسان مناطق الحزام يعني مناطق مهمة جدا من ناحية الأمن يعني أمن العاصمة مرتبط بأمن الحزام بالتأكيد هذا الشيء معروف يعني لكن نحتاج إلى يعني تغيير السياسة والمنهجية التي كانت متبعة طيلة هذه الفترة الماضية طيلة هذه الفترة الماضية كانت متبعة سياسة التشكيك مع أبناء مناطق حزام بغداد يعني أبو غريب واليوسفية والمحمودية وكذلك الطارمية والتاجي هذه السياسة وهذه المنهجية الحقيقة ما وصلتنا إلى يعني نتائج حقيقية ملموسة على لتحقيق الأمن وفرض الاستقرار في هذه المناطق بالتأكيد يتحدثنا كثير من المواقف مع السيد القائد العام القوات المسلحة اللي نعتقد في بعض الأحيان كان يعني متفاعل بصورة حقيقية وواقعية هذه المناطق تحتاج إلى يعني أن نستخدم سياسة الاحتواء يعني احترام يعني الشيوخ والوجهاء وأخذ آراءهم في كثير من المواقف لأنه مثل ما تحدثنا سابقا المواطن مهم بالنسبة للمؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية على الاعتبار أنه من يوصل المعلومة الحقيقية وليس هنا يعني في موقف أتحدث عن يعني المواطنين الذين يكونون مصادر وهمية ومصادر غير حقيقية بالتأكيد يعني العملية اللي حصلت عندنا في مناطق الطارمية عملية السيل الجارف يعني قبل فترة كانت عملية نموذجية عملية فعلا هادفة لتحقيق وبسط الأمن والاستقرار عملية حققت أهدافها الحقيقية والواقعية المبتغات من عدها لأنه سبق وأن في كثير من المواقف أنه كثيرين من سواء يعني قادة أمنيين أو آخرين مسؤولين من الطبقة السياسية يوصلون تقارير مظللة عن هذه المناطق وباعتراف القيادات الأمنية والمؤتمر الأخير لقيادة عمليات بغداد أثبت أن الطارمية منطقة آمنة وأهلها محبين للسلام وأهلها محبين يعني للخلاص من تنظيمات داعش الإرهابية لكن هذا يحتاج إلى يعني بعض القوانين وبعض القرارات المهمة اللي يتخذها السيد القائد العام للقوات المسلحة مثلا بعد هذه العملية اللي حصلت عمليات السيدة الجارة فيها الطارمية حصلت عندنا يعني كنا نحتاج وكنا نطلب من القائد العام للقوات المسلحة تشكيل فوج للطوارئ فوج للطوارئ يعني أهل المنطقة هم اللي يمسكون الأرض يعني طبعا بعد يعني نحن ما نقول يعني يمسكون الأمن في هذه المناطق لأنه أكو قوات يعني هي اللي تمسك الأرض هناك أكو عندنا اللواء 22 عندنا اللواء 54 هذه المناطق الحقيقة تحتاج إلى يعني أبناء المناطق هم اللي يشاركون في عملية حفظ الأمن والاستقرار يعني لو تم مثلا بقرار من القائد العام للقوات المسلحة تشكيل فوج للطوارئ ونحن تحدثنا سواء مع قاد العمليات أو القاد الأمنيين وحتى مع القاد العام للقوات المسلحة أنه يعني هذه المناطق تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى يعني أن نستخدم سياسة حقيقية سياسة واقعية على الأرض لا سياسة تشكيك اللي ما أوصلتنا إلا أن يعني المواطن يفقد الثقة بالمؤسسة الأمنية والعسكرية اليوم يعني مع قرب انتهاء داعش الإرهابية اليوم مع تحقيق عملية السيل الجارف مبتغاها الحقيقي وهو القضاء على ما تبقى من الإرهابيين أو الدواعش أو الحواظين واللي يعني بعد ما كانت بأمر من القاد العام قوات المسلحة وبيشراف مباشر من قبل يعني الفريق الجليل قاد عمليات بغداد الحقيقة بعد المؤتمر الصحفي تغيرت النظر على الطارمية لأنه أكثر التقارير اللي كانت تصل هي تقارير وهمية وتقارير مضللة واليوم باعتراف القاد الأمنيين أن الطارمية منطقة آمنة نجي على أبو غريب ونجي على اليوسفية ومحيط بغداد يعني بصورة عامة نالك مناطق يعني لحد هذه اللحظة ما تمكنوا أهلها من العودة رغم ما هي مناطق محررة يعني منذ أكثر من فترة طويلة مناطق مستقرة أصبحت نحتاج إلى تعامل نوع خاص يعني اليوم نحتاج إلى قرارات مهمة قرارات من القائد العام للقوات المسلحة لبسط الأمن عودة النازحين يعني عادة الثقة سواء بالدولة أو الحكومة أو المؤسسة الأمنية هذا الشيء مهم جدا قضايا أخرى يعني هناك تعدد في القرار في اتخاذ القرارات نعم لو سمحت لي وعودة الأهالي إلى المناطق المحررة أنت تعلم كم هذا الملف شائك وكثرة الحديث فيه وعنه هل يعقل أننا نتحدث اليوم عن تغريبة عراقية داخل العراق هل يعقل أن الأهالي يعني تركت بيوتها ضلا منها شهر أو شهرين وهي اليوم يعني تمر عليها سنوات وهي تنتظر التأجيل والحجج الجديدة بماذا تجاوبون أبناء هذه المناطق المحررة بماذا نجاوبهم حقيقة الأمور يعني أحنا نتحدث مع قناة الشرقية نتحدث بواقعية أحنا من نقول أحنا قادرين على يعني أن نعيد الأهالي إلى مناطقهم لكنه أحنا أكو أكو جهة تنفيذية أكو حكومة أكو مؤسسة أمنية هي المسؤولة عن الملف الأمني وهي المسؤولة عن حماية أرواح المواطنين ومتلكاتهم يعني مثلا راح أتحدث لك عن مناطق مهمة في جنوب بغداد يعني منطقة دوليبة منطقة العناز منطقة الحرقاوي منطقة الطاقة الشمسية مناطق أخرى باللطيفية منطقة يعني جرف الصخر هذه المنطقة التي تحررت يعني صار أكثر من سنتين هل يعقل أن نتحدث مع القائد العام للقوات المسلحة أنه يا دولة رئيس الوزراء اليوم نحتاج من حضرتك قرار يعني قرار مهم وشجاع بعودة النازحين إلى ديارهم هل من المعقول سنتين ونص يعني من نفتهم نحن القضية لحد هذه اللحظة نتحدث مع القائد العام القوات المسلحة الجواب يكون يعني بيضة بابية الحقيقة ما نأخذ الجواب الحقيقي يعني هل هناك تعدد قرار تعدد القرار هم يحتاج إلى قرار شجاع وقرار قيادي قرار قيادي يبدأ من القائد العام للقوات المسلحة والمؤسسة الأمنية يفترض أن تلتزم بتنفيذ القرارات يفترض أن تعود الأهالي إلى منطقة جرف الصخر هذه المنطقة اللي يعني أكثر من خمسمائة ألف مواطن حقيقة اليوم يعني عايشين في مناطق أخرى تاركين بيوتهم تاركين حالهم تاركين مالهم لابد أن يكون هناك شيء ما لابد يعني معقول أنت نائب وما تعرف شو دي يصير بجرف الصخر طب انت مرحل زر الجرف الصخر ما شفتش بيها ما بيها لا لا أستاذ أحمد الحقيقة أحنا مو منعرف السبب لكنه أحنا يعني قلت أنا سبق وأن قلت تعدد القرار الموجود خلي الناس تعرف بس تتحدثون عن جرف الصخر عقولوا السبب شنو أخي السبب الفصائل المسلحة الموجودة في جرف الصخر أنا ما خايف من نتحدث عن هذه القضية لكن هذه القضية أحنا اليوم أمام يعني دولة تحترم نفسها دولة عدها مؤسسات حقيقية المؤسسة الأمنية يفترض أن تكون هي صاحبة القرار على الملف الأمني يفترض أن يكون قرار من القائد العام لقوات المسلحة خلص ما دام تحررت هذه المنطقة وصار لها سنتين اليوم وأحنا نقول مقبلين على ملف لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية ملف المصالحة الوطنية الحقيقية يحتاج إلى أفعال وليس أقوال كل ما يجري اليوم هي أقوال يعني يا جهل يعني يا جهل نتحدث معها يا فصيل مسلح نتحدث معاه اليوم نحتاج إلى قرار من القائد العام لقوات المسلحة إذا أكو شخص يتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية يفترض أن يكون القائد العام لقوات المسلحة هو واحد من القيادة من يعني منظومة متكاملة وعلى رأس هذه المنظومة هو القائد العام لقوات المسلحة يعني أنا مدى أعرف هل أنه جرف الصخر يعني سنتين صار لها هل هناك تغيير يعني ديمغرافي لهذه المنطقة حتى نفتهم يطع لك مجلس المحافظة يقول لك احنا ما نقدر نعيدهم لأنه أكو أمور وقضايا أمنية طيب أنت تشيك المواطنين تشيكهم أمنيا وخلي يعودون لأهلهم المناطقهم اللي معدهم شيء لكنه أن تعمم القضية بصورة عامة وبصورة مطلقة على الكل ما يعودون حقيقة هذا قرار مو صحيح قرار لن يصل بنا إلى يعني استقرار مناطق مهمة مثل جرف الصخر أو العناز أو دواليبة هذه المناطق مهمة أطراف بغداد هذه يفترض أن يكون هناك قرار حكيم يفترض أن تكون هناك قرارات حقيقية وواقعية على الأرض خلص اليوم احنا كل اليوم في معسكر واحد وفي جبهة واحدة هي محاربة الإرهاب حتى الفصائل المسلحة التي نتحدث عنها احنا اليوم هذه الفصائل أيضا شاركت في تحرير المناطق وفي يعني مقاتلة تنظيم داعش الإرهابي لكنه احنا اليوم كنا في مركب واحد يا أخوان خلص ماكو سبيل غير أنه نجلس على طاولة حوار ونتفاهم ونتفاوض احنا وين رايحين بالبلد يعني مدى أفتهماني وين رايحين بالبلد الرجل نسوي بلد يعني مؤسسات بلد حقيقي بلد يحترم نفسه ويحترم المواطنين لو احنا نريد نهجر المواطنين حقيقة كثير من التقارير اللي يتصل للقائد العام القوات المسلحة للأسف هي تقارير مضللة وتقارير غير واقعية وفي أكثر من موقف طالبنا القائد العام القوات المسلحة أن يرسل يعني لجال لتقص الحقائق ومعرفة الحقائق ومعرفة الجهات المسببة بمنع العوائل عوائل أطفال نساء بنات شيوخ يعني قبل أيام جاني أحد الشيوخ يبتير يرجع البيته شن اللي أسوي لياني والمنطقة ما مسيطر عليها المؤسسة الأمنية مثلا مسيطر عليها فصيل من الفصائل المسلحة الحقيقة حتى وصل بنا الحال يعني طالبنا جهات بالتدقل لإجراء مفاوضات مع الفصائل المسلحة لأنه احنا يعني مع الحكومة موصلنا النتائج فاليوم نريد نقعد ويجهات المتنفذة والجهات اللي ماسكة الأرض فعلا الجهات اللي ماسكة الأرض فعلا هي جهات فصائل حقيقية واقعية من الحجد الشعبي هذه الحقيقة اللي خاف الآخرين ما يتكلمون عنها لكنه هي الحقيقة أما أن يكون العراق لكل العراقيين أو أن يكون أمور أخرى لا سامح الله ولا قدر الله من حق الآخرين أن يطالبون يعني بحمايتهم بحماية ممتلكاتهم والقانون والدستور كفل هذه الأمور والقضايا وعلينا أن كنا أن نصاع للقانون والدستور يعني بمعنى آخر بمعنى آخر أنه يعني على القائد العام لقوات المسلحة ونحن أمام مرحلة مهمة وحساسة في تأريق العراق أن يتخذ قرار وهذه مناشدة عبر قناتكم الكريمة أن يتخذ قرار قرار شجاع قرار ما يلتفت على الجهسين أو الجهصات قرار يهم أبناء شعبنا وهؤلاء النازحين هم أبناء شعبنا الحقيقة سيد أحمد يعني على رئيس الوزراء أن يتخذ قرار ربما يسمعك الآن ويفكر باتخاذ القرار أنا أشكرك جزي شكرا السيد أحمد المشهداني النائب عن بغداء شكرا جزيلا لملاحظاتكم حول مضامين الأخبار والمعلومات الواردة فيها راسلونا على رأي الشرقية دوت كوم حصاد مستمر من الشرقية نيوز في هذا الحصاد الخلافات داخل الأمة الإسلامية سياسية خلقتها إيران وتدخلاتها بالمنطقة ولا بد من التعامل معها يقول العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي رفضه لقرار رفع عالمي كردوسان فوق المؤسسات الحكومية في كاركوك وقال إن من أثار هذه الفتنة عليه أن يتحمل إن من أثار هذه الفتنة عليه أن يتحمل تبعاتها الأعبادي أكد خلال اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات أن رفع عالمي الإقليم في كاركوك يفجر خلافات لا داعي لها وأن الكردس سيكونون أولا المتضررين جراء ذلك القرار رفع العالم هو تفجير لخلافات ليس لها داعي وأنا قلت منذ عشر سنوات عالمي الإقليم يرفع ترفي كردستان لزور الإقليم كردستان يزور كاركوك كان يشوف بهالعالم أكو أحدهم ما رفع ليش يفجر هذه المشكلة مع ذلك ترجع المشكلة كان خطأ طلع هذا الموضوع خطأ الإصرار على رفع العالم كردستان على المؤسسات الحكومية هذا خطأ لأن هذه المؤسسات الحكومية ما تحب على المجلس المحافظة مؤسسات حكومية لكاركوك ليس من حقهم إذا تريد حق وحقوك ليس من حق تصرف على التصرف أنت عندك شعور قومي أحترمة عندك شعور وتعتبر هذا العلم يمثلت أحترمة حطأ على بيتك حطأ على تكانك حطأ على مؤسستك لين تتملكها أما هاي مملكك هاي مملك دولة مملك حكومة اتحادية والحكومة اتحادية للكل يعني للأخوة التركمان للعرب للكورد للأقليات الأخرى وبالأخير لازم نكون الجميع احنا بالتفكين في هذا البلد يجمعنا عالم واحد فيه أقليم كردستان ينفعونا أيضا عالم كردستان مع العالم العراقي هذا شيء لهم ما اعترضنا أما كركوك لا زالت جزء هنا زي أنت بسوي استفتاء أنت بسوي انتخاب أهل كركوك عدهم رأي بهالموضوع لو ما عدهم لو الأمور تأخذ غلابة يجوز في هذا الوضع نأخذ الأمور غلابة بهذا الشكل أخوة لازم نتعاون تريدون أن نمشي البلد بالنصف زائد واحد ما يمشي ترى يعني إذا ريدوا نمشي البلد نصف زائد واحد ترى ما يمشي أكو أمور تحتاج إلى تفاهم ما يستجاوز على حقوق الأقلية إذا كنت أكثرية أنا أنه كوني زاع في أصل الأكثرية في هذا الموضوع فإحنا هذا الموضوع يجب أن نأخذه جميعا نتعاون عليه لا نختلف أخوان على علم ونثير خلافات غير صحيحة لأثاروا هاي الفتنة يتحملوا مسؤوليتها وأنا أحملهم مسؤولية أثاروها الفتنة صدقوني مو من أجل كرد هذا ووصف القيادية في اتلاف دولة القانون علي العلاق الاستفتاء الذي يعتزم أقليم كردستان إجراه هذا العام بأنه مقدم لتجزئة العراق العلاق قال للشرقية نيوز أن هذا النوع من الاستفتاء هو مخالف للدستور ويعمل على إضعاف العراق فيما كشف عن تشكيل لجنة بين حكومتي الأقليم والمركز لحل المشاكل العالقة بينهما نحن نؤمن أنها في هذه المرحلة حساسة والخطيرة والتحديات الكبرى التي يواجه العراق الوحدة الوطنية ووحدة التراب العراقي هي الأساس المتين والرصين الذي نقف عليه في مواجهة هذه التحديات يوم أي لوم من الألوان التشضي أو التقسيم أو الانفصال أو ما يسمى بالاستفتاء في العراق يعبر عن ميل لتجزئة العراق وميل لأضعاف العراق لذلك لا نقف أبدا لا نرى أي ضرورة لهذا اللوم من الاستفتاء خصوصا أن الدستور العراقي وحد العراقين الجميعا ووحد كل محافظات العراق ومنح بعضها حق إقليم ومحافظات غير منتظمة في إقليم ضمن هذه الإطار الدستوري نعمل أما الاستفتاء فأعتقد أنه الآن لا مصلحة فيه ولا ضرورة له وأعتقد أنه مخالف الدستور العراقي الآن كتحالف وطني بشكل عام في زيارتنا الأخيرة إلى إقليم كردستان تحدثنا مع الإخوة في الإقليم بشكل صريح وواضح أنه لا بد من حوار بناء حول قضايا المختلف عليها ومنها عملية الاستفتاء والانفصال أو ما إلى ذلك وقلنا بضرورة تشكيل لجنة مشتركة سياسية وحكومية لمعالج هذه الملفات الآن نحن مقبلون على تشكيل هذه اللجنة الآن هناك حوارات بيننا وبين الإخوة في الإقليم تشكيل هذه اللجنة الحوارية للوصول إلى تفاهمات تحقق المصلحة الوطنية الكبرى للشعب العراقي والشعب وإقليم كردستان وجزء من هذه المصلحة الكبرى ولذلك نستمر ونواصل حوار معهم إلى ذلك دفع النائب عن كتلة المواطن حسن خلاطي عن تصريحات رئيس التحالف الوطني عمر الحاكم الأخير بشأن استقلال يقليم كردستان وقال لشرقي نيوز إن الوضع الحالي والدولي لا يسمح للأكراد بإنشاء دولة خاصة بهم لا ننظر أن هناك اختلاف كبير بين أبناء شعبنا في أقليم كردستان وأبناء شعبنا في المحافظات الأخرى لذلك يأتي هذا الرأي إيمانا مننا بأنه ظروف لا تساعد على قضية الانفصال وما لذلك دول الجوار وكذلك الوضع الدولي ثم النظر في الأمن الذي يعيش العراق لأننا في حرب مستعرة مع العصابات الإرهابية حرب مستمرة الكثير من الأجزاء من نفس أقليم كردستان لا زالت بعض الأجزاء تحتاج إلى تكثيف وجهود من أجل تحريرها الآن حديث عن كركوك أيضا واستفتاء بخصوص انضمام كركوك لا زال بعض أراضي كركوك تحت أقدام العصابات الإرهابية لنتخلص من أعدانا نتخلص من العصابات الإرهابية أولا ثم بعد ذلك يجري الحديث عن قضية انفصال وما إلى ذلك ثم أن القضية الدستورية في الدستور هناك حديث عن العراق الوطني الواحد لا يوجد عراقان ولا توجد دولة أخرى في داخل العراق هذا ما جاء في الدستور إذن هذه القضايا بمجملها يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار ضمن إطاره الطبيعي وهذا الموضوع دائما يأتي في الأحادث الجانبية في المشاورات وفي زيارة مهمة قام بها وفد من أقليم كردستان إلى بغداد كان رأي قيادات في التحالف الوطني أنه إذا كنتم لديكم الجدية في الانفصال فتوكلوا أبدأوا على بركة الله القضية ليست فيها تلك الحساسية المفرطة لكن الوضع السياسي والوضع الأمني والوضع الإقليمي لا يساعد على القيام بهذه الخطوات أربعمائة ألف مدنيا محاصر في الموصل القديم بلا ما وغذاب حسب تقديرات أممية وأنازح في الأيصر يقدم على الانتحار بعد إعدام داعش لعائلته إذن إلى الملف الإنساني في الموصل في هذا الحصاد الحاضر دائما في كل حصاد ينضم إلينا سيد نايف الشمري النائب عن نينوى مساء الخير سيد نايف يعني لا يمكن أن نتحدث عن الموصل ولا نتحدث عن مصير هؤلاء عن مصير أربعمائة ألف مدني محاصر في الموصل القديمة بلا ماء بلا غذاء بلا دواء بحسب التقديرات الأممية سألنا كثير وكررنا هذا السؤال ولكن نحاول أن نسمع منكم أي إجابة شافية ما الجديد في هذا الملف بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم ولكل مشاهدي قناة الشرقية أنا لا أستطيع أن أعبر ولا يستطيع أي مواطن عراقي أن يعبر عن المجاعة والخوف الذي يعيشه أبناء محافظة نينوى وخصوصا الجانب الأيمن أنا منذ أيام كنت في مدينة الموصل كنت في الجانب الأيمن وكنت في مخيمات النازحين ما أصاب مدينة الموصل هي كارثة إنسانية لم يتعرض لها أي مواطن في كل العالم هناك جوء كبير اليوم نفقد كثيرا من الأطفال نفقد كثيرا من النساء نفقد كثيرا من كبار السن اليوم المواطن في مدينة الموصل فقد كل الموان وفقد كل شيء اليوم أبلغني أحد المواطنين بأن لديهم كيلو طحين يأخذون جزء من هذا كيلو الطحين ويخلطوه بالماء لكي يسدوا رمق أطفالهم اليوم هناك كارثة إنسانية وقعت بها الجانب الأيمن اليوم الجانب الأيمن يتعرض لإبادة كاملة نتيجة الجوع الكبير ونتيجة كذلك لبطش وأجرام داعش مواد الغذائية نفذت لأنه حسب المواطن في محافظة نينو أن تستمر المعركة لفترة قليلة لكن للأسف الشديد طالت المعركة وبقى تحت سيطرة تنظيم داعش رغم القتال المشرف لكل القطاعات الأمنية المحررة ونزفت دماء زكية من أجل إنقاذ أبناء الجانب الأيمن لكن اليوم المواطن حفاظا على كرامة أهل الموصل لا أستطيع أن أتكلم ماذا يأكل اليوم المواطن في مدينة الموصل مجاعة كبيرة كنا نشاهد سابقا المجاعة في أحد الدول نرى أطفال أصابهم الجفاف لكن اليوم في مدينة الموصل أصابهم الموت كثير من العوائل فقدت أطفالها كثير من العوائل فقدت نساء وكثير من العوائل فقدت رجالها نتيجة الجوع الكبير ونتيجة الاعدامات الكبيرة التي يرتكبها تنظيم داعش الإرهابي تجاه مدينة الموصل اليوم كل أهالي مدينة الموصل حتى مخيمات النازحين اليوم يعانون من كارثة إنسانية حقيقية أنا تجولت في مخيمات الحاج علي في المدرج في حمام العليل اليوم النازح كذلك يعاني من كارثة لكن الكارثة الأكبر هم المواطنين الذين هم تحت قبضة تنظيم داعش الإرهابي بلا غذاء بلا دواء بلا ماء صالح للشرب لا يوجد نهائيا هناك آبار تم حفرها في حدائق البيوت لكن المواطن اليوم لا يستطيع أن يخرج حتى للحديقة نتيجة القصف والمتبادل بين القطعات المحررة وبين تنظيم داعش الأرهابي طيب سيد نايف هذه المأساة الإنسانية ربما كانت متوقعة لدى الكثيرين في العراق أنما سيجري خاصة في الجانب الأيمن سيصل إلى مثل هكذا مستوى من الكارثة الإنسانية ولكن رد الفعل الحكومي اتجاه هذه الكارثة ربما لا يرتقي إلى حجمها الحقيقي هنا مربط الفرس هنا يكمن التساؤلات لماذا لم ترتقي ردود الأفعال الحكومية اتجاه هذه الكارثة اتجاه حجم هذه الكارثة هل الإشكالية في إيصال الأغذية إلى أنت قلت مخيمات النازحين هل الإشكالية في إيصال الأغذية إلى مخيمات النازحين هل الإشكالية في الأموال هل الإشكالية بأن المواد الغذائية تتسرب بسبب الفساد ما هي الإشكالية؟ لماذا لا يرتقي رد الفعل إلى حجم الكارثة؟ لنتكلم بكل صراحة إدارة المخيمات لم تكن بالمستوى المطلوب وكذلك توزيع المواطنين على المخيمات هناك تدخل هناك مخيمات ترى فيها مساعدات كثيرة وهناك مخيمات لا تصلها حتى مساعدات من زرنا المخيمات هناك مخيم اسمه حمام العليل 500X تصور هذا المخيم لا يصله ماء صالح للشرب لا تصله كهرباء مواطنين يعانون حتى هناك مساعدات ترامز ماء تصور أن إدارة المخيم تقول لهم إجمعه 250 دينار حتى تذهبوا لتنقلوا ترامز الماء إلى المخيم والمخيم اللي بصفهم يتوفر به ماء وهناك مشاكل حقيقية البطاقة التموينية منذ سنتين ونصف أنا يوم أمس كان لي لقاء مع سيد وزير التجارة ونقلت له هذا الواقع الذي يعيشه النازحين في المخيمات منذ سنتين ونصف المواطن في مدينة الموصل لم يستلم بطاقة التموينية وعندما خرج من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي لديه حصة لدى الحكومة العراقية منذ عدة أشهر لم تصل سوى بطاقة تموينية واحدة للنازحين هل لا نستطيع أن نوصل الكهرباء إلى مخيمات وأغلب المخيمات هي من البلاستيك ونحن في فصل الصيف هل يستطيع أي مسؤول أنا جلست في أحد الخيام هل يستطيع أي مسؤول أو تنفيذي أو تشريعي أو سياسي أن يجلس في هذه الخيمة لمدة يوم في فصل الصيف أنا أعتقد لا أحد يستطيع أن يجلس في هذه الخيام والله العظيم إذا بقت الظروف هكذا من خلال منبر قناة الشرقية ألا تقولون توفى المواطن الفلاني نتيجة الحر الشديد أنا أقول هناك إدارة ليست بالمستوى المطلوب في جميع المخيمات التي زرناها لم تصل البطاقة التموينية هناك نقص كبير فيها الأدوية ما شاهدته أطفال لم يستطع أن انظر إليهم صابهم الجفاف الكبير وهم وصلوا إلى مخيمات النازحين أدوية لا توجد براستول أدوية لا نستطيع أن نوفر للنازحين ما صالح للشرب أما المجاميع الصحية والحمامات فبإمكانكم أن تزوروا مخيم حمام العليل 500 لا توجد حمامات ولا توجد مجاميع صحية وإنما هناك أعداد قليلة ترى النازحين يلزمون سرخة نحتيها بالعامية يصل إلى 30 دقيقة حتى يصل السرائلة حتى يدخل التوالية أو الحمام لم نتوقع أن تصل هذه الأمور لمواطني محافظة نينوة هناك موظفين هناك موظفين لم تصرف رواتبهم هناك موظفين لا يستطيع أن يصل إلى الدائرة المعنية يقول من أين أتي بالأموال حتى أذهب إلى داخل مدينة الموصل حتى أسجل مباشرة ما يحل بمواطني الموصل سواء من النازحين أو في الجانب الأيمن هي كارثة إنسانية بمعنى الحقيقة لا مواد غذائية لا أدوية لا ما صالح للشرب لا كهرباء أحد المخيمات الطريق لو تسلكه لا يوجد أي طريق وإنما بصعوبة وصلنا إلى هذه المخيمات بينما توجد مخيمات وجميع المخيمات الآن ممتلئة بالنازحين وهناك نازحين ينامون خارج المخيمات بالعراء لأنه امتلأت بالكامل اليوم كانت لدينا زيارة كأتلاف الوطنية برئاسة الدكتور أياد علاوي إلى سيد وزير الهجرة والمهجرين وزير الهجرة هذه إمكانية الحكومة العراقية لكن نحتاج إلى إدارة صحيحة للمخيمات ونحتاج إلى وجود وزراء لزيارة والاطلاع على واقع النازحين الوزير أعتمد على المدير الموجود وينقل حقائق غير واقعية ما جرى للنازحين هي كارثة وإذا ظلت الأمور ونحن قادمين على فصل الصيف سيموتون من العطش وسيموتون من حر الصيف أنا أشكرك جزيلا شكرا سيدنا إفا شمرينا بعنينا وشكرا جزيلا لك الحصاد مستمر من الشرقية نيوز شدد وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي على أن سدة سامراء بحاجة إلى تأهيل والتي لو لها لغرقت أجزاء من بغداد بالموجة الفيضانية الأخيرة جنابي تعهد عبر الشرقية نيوز بتطوير السدة التي تتحكم بتحويل قرابة 16 ألف متر مكعب بثانية والتي باتت أحد أسباب إنقاذ العاصمة من أثار ارتفاع مناسيب نهر دجلة نعم الموجة التي حصلت والتي نعتقد لا نزال نرى بقايا هذه الموجة تسببت بارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة وأيضا سمحت لنا بأن نختبر عمل هذه السدة العريقة التي أنشئت بال56 ولا تزال تؤدي دورها في حماية بغداد لو لا هذه السدة كان أجزاء من بغداد ممكن تتعرض إلى الغرق لا يزال الوضع تماما تحت السيطرة نتوقع أن نصير زيادة أيضا بالمناسيب والمياه القادمة وهذه تستطيع أن تتحكم بكمية المياه باتجاه بغداد تستطيع أن تعبر هذه السدة 7 ألف متر مكعب بثانية وتحول 9 ألف متر مكعب بثانية إضافية إلى بحيرة الثرثار لهذا السبب نشعر بطمعنان أن هذه السدة تقوم بعملها واضح جدا أنها بحاجة إلى تأهيل أستاذ كريم بسبب ظروف الحرب والدواعش ومواردنا شوية التهديدات لا تزال أيضا قائمة بس إن شاء الله من قصر تجاه هذه السدة التي أعتقد هي واحدة من تجان منشآتنا للموارد المعية بدأت في بيجي أكبر وأهم المدن النفطية وأكبر وأهم المدن النفطية شمالي العراق المدة القانونية لعودة العائلات النازحة منها منذ أكثر من عامين ونصف العام واصطح حالة من الترقب والدعوة لتسهيل الإجراءات النازحون الذين التقاهم مراسلون عبد السميع عزاوي في تكريط طالب السلطات الأمنية بتسهيل عملية التدقيق الأمني وعودة العائلات حتى إلى بقايا الدور بدل العيش في هياكل النزوح حددت الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين وبالتنسيق مع قائم مقامية قضاء بيجي والقوات الأمنية المرابطة فيها يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لعودة العائلات النازحة إلى المدينة النفطية الأهم في مدن المحافظة والتي مضى على نزوحها أكثر من سنتين ونصف عائلات بيجي النازحة إلى مدينة تكريط طالبت بضرورة الإصراع بإنجاز عمليات التدقيق الأمني للعائدين وعدم التمييز بينها وبين غيرها من شرائح المجتمع لإنهاء حالة العوز التي تمر بها في المباني غير المبتملة يرجعون البيجي يعني أحنا بيجي طالت قضيتها حال يعني طالت قضيتها ندري بها منكوبة ومخربة ومدمرة بس إحنا راضين هذا هو نرجع ريض حالة حالة المنتسبين إحنا كنا يعني كنا أهل بيجي إن كان منتسب وإن كان مدني وإن كان موظف نفس الشيء أربعين نفس برقبتي أنا أربعين نفس برقبتي لا راتب لا أسخام كنا تمنتسب قبل وقعدتوا سكت لا كوا عودة لا أحد يدحج علينا لا أحد يمر علينا لا أحد يقول المسؤول والآخر والآخر مجعد ربعه قادة بل بدبي وما دبي وإحنا نشاتنا الوسخ والظين إحنا نطالب محافظة صلاح الدين والأعضاء والمسؤولين يرجعوننا مو ناس وناس يرجعونهم على البيج وناس ما يرجعونهم إحنا عمنا بيوتنا بعدها شوية ما شاء الله وكانت بيجي ساحة للصراع بين القوات الأمنية وعناصر تنظيم داعش في الفترة التي تلت حزيران من عام 2014 وأعلن عن تحريرها لأكثر من مرة بسبب إعادة السيطرة عليها من قبل التنظيم المذكور الأمر الذي أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من بناها التحتية بسبب المعارك التي شهدتها أحياء المدينة للشرقية نيوز عبد السميع الزاوي تكريت حذر مواطنون في بغداد وقعوا ضحية النصب والاحتيال من انتشار مافيات تدعي إفاد الطلبة والراغبين بالعمل في الخارج مقابل ألاف الدولارات مشيرين لوجود أكثر من عشرين مركز يروج للزملات ولفرص العمل خارج الضوابط مرسلنا في بغداد خطاب عادل التقى الأستاذ الجامعي سعد الذي دفع أكثر من عشرين ألف دولار لمكتب وهمي لم يعد موجودا في بغداد أكثر من عشرين مركزا طبيا وبحثيا وهميا في بغداد لوحدها تفتتح لفترة لا تتجاوز الستة أشهر وبعدها تصبح أثرا بعد عين لأغراض الكسب المادي والاحتيال على المواطنين بطرق مبتكرة عن طريق ترغيب البعض بترتيب رحلات العلاج والإجازات الدراسية وتفويجهم إلى مكاتبهم الأخرى في دول العالم كما يزعمون ليرتفع عدد الضحايا خلال الأشهر الأخيرة جلهم من المرضى والطالبة يقول لك يا برح نسفرك ياخذ مثلا منك مبلغ وياخذ منك المبلغ ويروح لو تروح هناك وتطلع الشغلة مصحيحة أكثرت المكاتب يعني وهمية يعني تروح تقول لك سفر للخارج وبتاخذ فلوسك وكشي ما تحصي يعني تروح تلقاه شركات وهمية ولاكوا علاج ولاكوشي 20 ألف دولار خسارة سعد الأستاذ الجامعي والذي وصل مطار بغداد بأحجوبة بعد تعرضه للخطف على يد عصابة عراقية في تركيا حاولت تصفيته لو لا تدخل السلطات التركية والسلك الدبلماس العراقي ليتهافت عليه المتبرعون في تأمين عودته إعلاجي رأيت جواخذة طب هناك شوقتين وحدة مكتوبة وهي ما البريد السريع على إجديال طب هنا فوق وهي ما طب هنا اشتخلونا هني يكاكل وزرد يا بيش بيكم كتف هنا وعلك هنا أخذه فلوسنا وقال رأبنا وملابسنا وره أربعة يام خلف الله على السيد السفير العراقي والسيد الرئيس الوزراء مهتم بالموضوع والمخابرات التركية جزاهم الله اللي في خير معقبين الموضوع ويجعوا نقضاء قالوا اليوم نقدمكم بفمعاش بلي جعوا نقضانا قبل فترة ويطالبوا مواطنون الجهات المعنية بتفعيل ضوابط جديدة على أصحاب العقار في استئجار المكاتب منها الكفالات الأمنية وقوانين أخرى تتعلق بموافقة المخاطير وفرض الرقابة الأكبر على عمل الشركات والتأكد من رخص العمل الشرقية نيوز خطاب عادل بغداد لم تعد منطقة الشواكة وسط بغداد ذلك المكان الأثرية الذي يوثق واحدة من أهم مراحل العراق التاريخية بعد طرح البيوتات والشناشيل إلى مشاريع استثمارية غيرت من معالم المنطقة ويقول سكاة محليون التقاهم مراسلنا يعرب القحطان أن السلطات الأثرية توعدت مرارا بتقديم الدعم للحفاظ على هوية المنطقة التي تلاشت ملامحها من دون تحقيق تلك الوعود من هذا المنزل الأثري المهدم قبل أيام بمنطقة الشواكة تكتب بداية النهاية للمنازل الأثرية التراثية في هذه المنطقة التي تقع في وسط العاصمة بغداد فمنطقة الشواكة منذ أيام تعيش على هجرة غير مسبوقة لأهاليها والكلام على لسان أبي طارق الذي أنضى خمسا وسبعين سنة من حياته في أزقة هذه المنطقة معالم تعرف الوقت كل شيء بوقته يعني ذلك الزمان كان بيوتهم أخشاب وشيء توسعت العدم حديد لعنده شيء قام يبني بناء جديد شرعوا من المنطقة صاروا بالمنصور مناطق الكبار البيع مثلاً أما البوسيف والكريمات المجاورات للشواكة فلا يختلف الحال كثيراً بل الوضع يزداد سوءاً دور للبيع وشناشيل لا تقدر بثمن هدمت وأعيد بناؤها بطريقة لا تتلاءم مع المكان ويقول سكان المنطقة إن هيئة الأثار قامت بإعطاء وعود كاذبة لهم بإعمار مناطقهم تجي السياحة وتجي التراث والسجراء القاملة للبيوت والصور وبالأخير تروح عليها تقولها يا أبا ترى البيت آية للسقوط تساعدوني يعني وما عندي ولا مفترة للمعالم ما لشناشي لحقاومها يقول لك إي نعم لحن يجي وما يجو بسوق الشواكة وبالمناطق السكنية يعني هواي بيوت تهجمت ووقعت وهاي وماك اهتمام بالموضوع فيما تؤكد جهاته الرسمية وبعد عديد الاتصالات إن السبب بعدم الاهتمام بهذه الأثار هو ضعف السيولة المالية وحالة التقشف التي تمر بها البلاد هنا حيث أقف بين أقدم عائلتين بمنطقة الشواكة عائلة بيت طاوة وعائلة بيت شكر يوجه أهالي منطقة الشواكة نداءات عاجلة إلى كل جهات المعنية بالحكومة العراقية للتدخل الفوري وإنقاذ آخر معالم التراث البغدادي في العاصمة بغداد من بغداد يعرب القحطان الشرقية نيوز الخلافات داخل الأمة الإسلامية سياسية خلقتها إيران وتدخلاتها بالمنطقة ولابد من التعامل معها يقول العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال العاهل الأردنين الملك عبدالله الثاني أن الخلافات داخل اللومات الإسلامية هي خلافات سياسية تخلقها سياسات إيران في المنطقة وتدخلاتها التي لا بد من التعامل معها ونقلت وكالته بإطراء عن الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء مع وزراء إعلام سابقين ومدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير وبهذا ينتهي حصادنا الإخبارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكر لكم حصنا المتابعة إلى اللقاء شكرا